السلام عليكم اتخلتها نقاشات مستفيضة خلال هذه النقاشات وجه سيد رئيس الوزراء عدة توجيهات اولها هو عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء بداية السبوع القادم محتملة تكون يوم الثنين مخصصة لمناقشة واقرار الموازنة الاتحادية للعام 2020 هنا قد يسأل سائل يقول 2020 ما بقى منها غير ثلاثة شهر وليش الموازنة تأخرت هنا لازم نقول انه ظروف اللي مر بها البلد بداية هذا العام والنهاية العام الماضي وبداية هذا العام استقالة الحكومة السابقة وتحولها الى حكومة تصريف اعمال بالشهر الخامس يلا استلمت هذه الحكومة مهامها هذا كان سبب في تأخير اقرار الموازنة وارسالها الى مجلس النواب هذا لا يعني ان الحكومة كانت تتصرف بغياب سند قانوني في سواء الوزارات او غيرها بموضوع الصرف وغيرها اعتمادا على قانون الموازنة السابق وقانون وربطا بقانون لدارة المالية كانت الحكومة وفق القانون الوزارات وفق القانون تتصرف بما يسمى 1 على 12 اعتمادا على الموازنة السابقة لا يجوز لأي وزارة خلال الفترة الماضية ان تتجاوز ما صرفه لهذا الشهر من العام السابق بمعنى انه شهر الثامن من العام 2020 لا يمكن لأي وزارة ان تصرف اكثر من ما صرفه او خصصة لها في الشهر الثامن من العام 2019 رغم ذلك والتزاما واحتراما لقرار مجلس النواب والتزام الحكومة بهذا القرار بارسال موازنة خاصة لعام 2020 مجلس الوزراء خصص جلسة طارئة في بداية الاسبوع المقبل لقرار هذه الموازنة توجيه مهم اخر وجه بي سيد رئيس الوزراء الى وزارة الداخلية الى شخص الوزير بالتحقيق بحوادث التجاوز والاعتداء على القوات الامنية بواسطة الات جارحة سواء في قرب وزارة الكهرباء او بعض الاماكن وسوف تحت تحقيق في هذا الموضوع مع تأكيد الحكومة على امرين مهمين الاول هو التزامها بحماية حق التظاهر السلمي ودعم هذا الحق وحماية المتظاهرين والاستماع الى مطالبهم والسعي لا تحقيق الامر الثاني هو التعامل بحزم مع كل من يسيء او يتجاوز او يعتدي على القوات الامنية المكلفة بحمايته اكو عندنا توجيه اخر لسيد رئيس الوزراء خلال الجلسة ترد الى سيد رئيس الوزراء طلبات بتعيين كوادر متقدمة في الوزارات من بعض الوزراء وهنا اكد السيد الرئيس الوزراء ووجه بان تكون معايير اختيار هذه القيادات سواء مدرع عامين او مفاصل اخرى في الوزراء متقدمة اكد على معايير ثلاث مهمة الاولى هي الكفاءة والنزاح لا شيء يتقدم على الكفاءة والنزاح على ان لا تتعدى على المعيار الثاني وهو التوازن الوطني وهو معيار دستوري اما المعيار الثالث اللي يجب ان يتحلى به الكوادر المتقدمة في الوزارات هو روح القيادة السيد الرئيس الوزراء وجه الوزراء ان يقترحون اسماء يرشحون مدرع عامين ان يلتزموا بهذه المعايير الثلاث حسب الترتيب توجيه اخر اعداد جدول زمني وخارطة طريق واضحة لبدء بتنفيذ هذا المشروع هناك مشروع اخر وهو مشروع الحكومة الاليكترونية بعض الوزارات قد يصل عددها الى 12 وزارة قد اكملت نوعا ما خطواتها لإكمال هذا المشروع رئيس مجلس الوزراء وجه اليوم بمتابعة هذا الموضوع ومتابعة الوزارات المتلكة على ان يوضع امامه خلال الجلسة القادمة تقريب مفصل عن الوزارات المتلكة اللي حثها على استكمال مشروع الحكومة الاليكترونية في اسرع وقت ممكن قرار مهم اليوم اتخذ مجلس الوزراء فيما يخص اصحاب الشهادات العلية تعرفون عددهم تأثيرهم حقهم شباب شابات تعبوا عوائلهم تعبت عليهم حتى يقدرون يوصلون للحصول على هذه الشهادات العليا وملاحظين ومتابعين قل نقول خروجهم للشارع منذ العام الماضي ولي حد الان هذا محل اهتمام مجلس الوزراء كان من اجل ايجاد فرص عمل لهؤلاء لذلك مجلس الوزراء اليوم استمع الى مقترح وطلب وزارة التعليم العالي واقر هذا المقترح الذي سيستوعب حسب وزير التعليم العالي اكثر من 2500 شاب وشابة من حملة الشهادات العلية هذا الاستيعاب رح يكون من خلال الجامعات والمعاهد الاهلية وخليني اتلو على حضراتكم صيغة القرار اللي اقر مجلس الوزراء بها الخصوص اولا الموافقة على تعديل المادة ستة ثانيا باء من تعليمات تسهيل تنفيذ قانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 3 لسنة 2019 وبحسب الاتي تطقيق الملاك ومحاضر التعينات في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ومدى مراعاة نسبة التدريسيين الى الطلبة لتحقيق النسبة العالمية للتدريسيين مقابل الطلبة وهنا لكل اختصاص هذا المعيار وهذه النسبة لكل اختصاص ولكل تخصصات اكو نسبة معينة اللي اقر اليوم ان تكون هذه النسبة للتخصصات الطبية نسبة 12 الى 1 تدريسي 1 12 طالب تخصصات الهندسية والعلمية بنسبة 1 الى 20 تخصصات الانسانية نسبة 1 الى 30 هذا سيستوعب بحدود 2500 حامل لشهادة عليا ثانيا الزام الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بعدم زيادة نسبة المتقاعدين والاستفادة من الملاك الكلي للتدريسيين على الملاك هناك ظاهرة واضحة انه بحثا من هذه الجامعات والكليات عن الرصانة العلمية تلجأ الى اساتذة وتدريسيين متقاعدين من الاسماء الكبيرة المعروفة او بلد نمليان الكثير من هؤلاء تلجأ لهم وهنا الزام للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بعدم زيادة نسبة المتقاعدين الاستفادة من الملاك الكلي للتدريسيين على الملاك مشروع اخر ايضا اقرى مجلس الوزراء وهو في غاية الاهمية وهو مشروع تشغيل شباب هناك منحة من البنك المركزي العراقي ب700 مليار دينار عراقي توزع على المصارف الاهلية وفقالية معينة وهذه المصارف الاهلية تقدم قروض للشباب من اجل فتح مشاريع تحاول اولا تحريك الاقتصاد ثم القضاء على قدر الامكان التقليل من نسبة البطالة وخلق فرص عمل لص القرار اللي يخص هذا الموضوع هو الموافقة على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ المشروع الوطني لتشغيل الشباب من خلال الاستفادة من الدليل الاسترشادي الذي اعدده وزارة التخطيط وزارة التخطيط اعدد دليل استرشادي وخلق اسمي بالالية اللي ممكن ان ينفذ بها هذا القرار كي يؤتي ثماره ويؤتي اكله ومثل ما ذكرت انه هناك مبلغ ب700 مليار اعطى الى المصارف الاهلية ووزع على المصارف الاهلية من اجل تأمين هذا الجانب طبعا جائحة كورونا بالتأكيد وكالعاد وفي كل جلس يستمع مجلس الوزراء الى تفصيل من السيد وزير الصحة حول الوضع الحالي للجائحة التحديات اللي تواجه الدولة والمجتمع وعيد استذكار ما حصل يوم امس من قرارات مهمة للجنة الصحة والسلامة الوطنية حيث كما تعلمون تم اقرار فتح المطاعم زيارة نسبة للموظفين ودام الموظفين لها 50% استعناف الانشطة الرياضية هذا لم يأتي اعتباضا هذه الجائحة التي ألمت بالبشرية عموما وتوقفت فيها الحياة الاقتصادية هذا كان محل نظر سواء للجنة يوم امس لجنة الصحة والسلامة او لمجلس الوزراء هذا اليوم واتخذت هكذا قرارات من اجل استعناف الحياة والعودة للحياة الطبيعية وهي مؤشر اطمئنان رغم الاعداد المتزايدة للاصابات التي يرافقها اعداد متزايدة بعدد المتشافين من هذه الجائحة وبالامس اللجنة استمعت الى رأي منظمة الصحة العالمية من خلال ممثلها واعطى رأيا مطمئنا رغم اززياد الاعداد هنا ايضا سيد رئيس الوزراء وجه السيد وزير الصحة بالتواصل مع نظرائه في الدول المتوقع ان يكون عدد الزائرين في زيارة الاربعينية عدد كبير وجه بالتواصل عبر الدوارة التلفزيونية مع نظراءه في هذه الدول من اجل ان تأخذ هذه الدول احتياطاتها فيما يخص توعية مواطنيها الذين سيقدمون الى الاراق بمناسبة الزيارة الاربعينية انا استعداد الان الاستماع الى اسئلتكم كما تعلمون هناك دعوات متواصلة برلمانية لاستضافة رئيس الحكومة ومسائلته على فترة توليه يا ترى هل في جابة الحكومة حجة كافية للرد على ذلك هذه الحكومة ملتزمة بالدستور وهي تحترم حق مجلس النواب في الاستضافة وهذا قد يكون من اهم ملامح والعناصر قوة هذه الحكومة هو التزامها بالدستور ورئيس الوزراء والحكومة واي وزير في هذه الحكومة مستعد لتلبية اي طلب جستوري وقانوني يصدر مجلس النواب بهذا الخصوص السلام عليكم استاذ احمد سجاد الموسوي من العراقية الاخبارية وايضا سؤال وكالة الانباء العراقية هل هناك تحرك جدي من قبل القوات الامنية بعد التحركات السابقة على الحد من الضربات الصاروخية او الهجمات الصاروخية على منشآت حيوية وكذلك مناطق حساسة في العاصمة والشق الثاني ايضا من السؤال السادة احمد موازنة 2020 هل تتضمن معالجة المتعاقدين وفق قرارة 315-337 لا سيمة وان اعدادهم تبلغ بال400 الف في مختلف الدوار وهم حاليا بدون مرتبات شكرا جزيلا واسف على الاطالة خلي ابدأ بسؤالك الثاني ما تحدثت به سيحاول تغطي الجزء الكبير منه في موازنة 21 اللي تقريبا جاهزة والوزارات ممكن قد كثير من الوزارات قد اكملتها وزارة المالية تعكف على اتمام مشروع القانون هذا ما تحدثت به قد يعالج في موازنة 21 موازنة اتحادية اما هذه الموازنة فكما ذكرت هي لوضع الاطار القانوني للموضوع الانفاق رغم انه الاطار القانوني كان موجود وتهيئت موازنة للاشهر المتبقية نجي على سؤالك الاول كل الخروقات الامنية الموجودة فيما يتعلق بالي ذكرته موضوع الاطلاق الصواريخية متابعة متابعة وهناك معلومات استخباراتية موجودة على الاجهزة الامنية وهناك اجراءات تتخذ سواء فيما يخص مطلقي هذه الصواريخ او بعض الجهات الداعمة لهؤلاء المطلقين وقد نسمع خلال الايام القادمة عن بعض التفاصيل عن بعض الحالات اللي حصلت مؤخرا هذه الاجهزة الامنية والاستخباراتية ساهرة ومتابعة وقد لاحظتم ان هناك بعض الحالات اطلاق صاروخ واحد لكن سريعا الاجهزة الامنية تكون في مكان الاطلاق هناك عدة صواريخ اخرى لم تستطع هذه الجهات الارهابية اطلاقها خوفا من تحديد موقعهم سريعا وخوفا رغم سهولتها انتم تعلمون كم هي سهل بامكان من سيارة متحركة ان تطلقها الصواريخ لكن جهد الاجهزة الامنية منع كثيرا اطلاق العديد من هذه الصواريخ والتي اطلقت هناك متابعة حديثة من هذه الاجهزة الامنية والاستخباراتية لتوصل الى حقيقة مطلقي هذه الصواريخ والجهات الداعمة له السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا في الاسبوع الماضي وهذا اليوم وصل وفد من حكومة الاقليم للتفاوض حول موازنة الاقليم من الموازنة العامة هل ستوصل الحكومة المركزية بالنسبة معينة لموازنة الاقليم ام هناك امر اخر فيما يخص الرواتب والديون المترتبة على الاقليم والبالغة وحسب تقارير ديوان الرقابة المالية هي 128 مليار دولار من جهة اخرى ما هو مصير النفط الذي تم تصديره من قبل الاقليم وحسب احصائياتهم 650 الف برميل يوميا عدا اموال المنافذ الحدودية والمطارات والضرائب شكرا جزيلا اعيدك الى الاتفاق الاخير الذي تم بين سيد رئيس الوزراء ورئيس وزراء الاقليم وبنود هذا الاتفاق بالنتيجة مواطنين الكرد هم مسؤولين من هذه الدولة وانتم تعلمون كيف يعاني المواطنين في كردستان من شحة السيولة المالية بسبب توقف الرواتب لكن رغم ذلك عندما ارسلت الحكومة هذه الاموال احساسا منها بحاجة المواطنين في كردستان الى هذه الاموال كان لزاما عليها ان وفق هذا الاتفاق الذي اشرت له ان تضع الشروط والبنود التي تلزم الاقليم بالالتزام بالدستور والالتزاماته من خلال موضوع النفط موضوع الموارد الاخرى فيما يخص المنافذ الحدودية هذا اتفاق مرحلي لحين اقرار موازنة 2021 وسينقل تقريبا هذا الاتفاق الى الموازنة ستحل بالحوار وبالتواصل الدائم وهذا اللي اتفقه عليه السيد رئيس الوزراء وسيد رئيس حكومة الاقليم استمرار الحوار من اجل حل كل العواق وانتفي كل جهة بالتزاماتها الدستورية المتقابلة وسيكون الدستور هو السقف لهذه الاتفاقات السلام عليكم احمد ليث مراسل قناة الطريعة الفضائية استاذ احمد اليوم الاعلام الكويت يقول بان خور عبدالله هو ملكا للكويت باتفاق مسبق مع رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي وربما هذا الامر سيكون اشبه بالحصار البحري الاقتصادي على موانئ العراق المهمة التي تحتاش ارادتها بالدرجة الاساسية على الممرات او الطرق المائية التابعة لها في خور عبدالله هناك مبدأ تسير عليه هذه الحكومة ولن تتنازل عن هذا المبدأ لن تفرط بحق العراق لكن بالحوار بالتفاهم وفق الموافق الدولية دولة الكويت دولة جارة وشقيقة ولدينا العديد من المصالح المشتركة وفق مبدأ عدم تفريط هذه الحكومة باي حق تثبت الوثائق الدولية سيتم التفاهم والتواصل والتباحث مع الدولة الجارة الشقيقة الكويت وسيتم تحديد حق الكويت وحق العراق فيما يخص موضوع الحدود فيما يخص موضوع خور عبدالله فيما يخص موضوع الموانئ فيما يخص المياه الأقليمية كل هذا لن تفرط به الحكومة وفق المواثيق الدولية المعروفة مع الاعتزاز والاحترام للدولة الشقيقة الجارة دولة الكويت وحرص العراق على التواصل مع جميع دول منطقة ومع جميع دول العالم وفق مبدأ المصالح المشتركة دون التعدي على الحقوق ومع احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية أسر حضرتك عن الحملة الأمنية التي تجري في البصرة قوات الأمنية العراقية تحشي عار حصر سلاح بير الدولة عدم السماح لسلاح المنفلد هل هذه الحملة ستكون فقط مستهدفة العشار العراقية كما قيل أم أنها ستسهدف أطراف أخرى وفصائل أخرى مسلحة نعلم وتحدثت قبل قد الحضرتك وزميلي أيضا عن أطراف مسلحة أيضا تمتلك السلاح وهي تقوم بعمليات مسلحة بين فترة وأخرى هل هذه العملية ستكون مقتصرة فقط على العشائر أم أنها ستطال كل الأطراف الأخرى التي تمتلك سلاح خارج سلطة الدولة شكرا دعنا نبدأ نتفق على قضية أساسية أن القضية ليست سهلة بل هي معقدة هي نتاج لسبعة عشر عام من تعقيد سياسي داخلي وخارجي هي نتاج لضعف الدولة طيلتها السبعة عشر عام إذن هي قضية معقدة لكن ما أستطيع أن أؤكدها نحن جادون بهذه القضية وهناك خطوات وإجراءات بدأت في البصرة طبعا هي غير موجهة إلى عشائرنا الكريمة هي موجهة إلى معنى السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة وهذا إطار واسع وعام يشمل ما نسمعه من أعمال عنف تقوم بها بعض العشائر بسبب الخلافات وتشمل أيضا أفق أوسع بدأت في البصرة وممكن في مناطق أخرى تبدأ هي إجراءات تدريجية محسوبة من أجل عدم خلق أي حالة من عدم الاستقرار هدف هذه الحكومة أن تتم هذه العملية بهدوء وعدم جر الأطراف العراقية إلى أي نوع من أنواع الصراع وهناك مسار سياسي أيضا إلى جانب هذه الإجراءات الحكومية قد يساعد هذا المسار السياسي في حل هذه المعضلة المعقدة والكبيرة التي أشرت لها أشكركم مرة ثانية أراكم إن شاء الله في مناسبة أخرى